اشتركوا في القناة والكون بورينا عمل دين ويوم ورا يوم الله بكلمنا وبورينا عمل ولما ربنا خلق السماء والأرض خلق الإنسان برضو من تراب الأرض ونفخ فيه من روحه الله بحبنا خلق الراجل المرى على الصورة بتاعته عشان يكونوا عندهم علاقة معاه وعشان كد في البداية كانوا بعبدوا الله وبمجدوه وعاشوا معاه سوا بعلاقة كويسة ويستمروا كده لغاية ما جاليوم الفيه الشيطان جرب حوا وغشاها وأكلتني شجلة معرفة الخير والشر وأدت راجلة كمان وبالطريقة دي الإنسان اتمرد على كلام الله وعمل زي ما هو دائر وعشان الخطيئة دي انقطعت العلاقة بين الإنسان و الله و الله طرد من الجن لكن الله لسع بحب الإنسان هما قاصد يرسل نفسه من الخليجة بتاعته ولكن كيف يمكن لإله عادل وكامل القداسة ما يعاقب الخطيئة بتاعت الإنسان بالكتاب المقدس الله بورينا الطريقة بتاعته لخلاص العالم إبراهيم كان أول زول شاف الطريق بتاع الله للخلاص إبراهيم كان راجل كويس عشان كده الله قال ليه أنا حأباركك وأديك أولاد كتار زي رمل البحر وزي نجوم السماء و الله طلب من إبراهيم يجدم له ولده ضبيحة عشان يمتحن إيمانه إبراهيم صدق الكلام وغافق يطيع الله ولما رفع السكين عشان يطبح ولده جاء الملاك ووقفه لأنه عرف إنه إبراهيم بخاف الله ومستعد يسمع كلامه للنهاية وبعدين إبراهيم اتلفت واللي جاء خروف مربوط بجرونه بفرع بتاع الشجرة وشاله قدمه ضبيحة لأله بدل ولده وبالطريقة دي الله ورى إبراهيم إنه الحيوان ممكن يقدموه ضبيحة مؤقتة عن خطية الإنسان لغاية اليوم الفيه الله حيقدم الضبيحة الكبيرة البتكفر عن كل خطايا الناس الخطية بتفصل الإنسان عن الله لكن الضبيحة بترجع العلاقة معاه مرة تانية الكتاب المقدس بيكلمنا عن الزول الجاي عشان يكون الضبيحة الكاملة عن خطية العالم كله زي من خروف كان الضبيحة بدل ولد إبراهيم كمان الزول الجاي حيكون الضبيحة بدل كل الناس عشان يغفر خطاياهم الزول ده هو المسيح الجاي رجع العلاقة بين الإنسان والله مرة واحدة وبس ترجمة نانسي قنقر الأنبياء اتكلموا كثير بطريقة واضحة عن المسيح قبل ما ييجي بسنين كثيرة أشعياء النبي قال المسيح حيتولد بمعجزة وإن الفتاة البكر حتحمد وتلد ولد ويسموه ابن الله بالمعنى الروحي النبي ميخة قال إن المسيح حيتولد في بيت لحم وكمان زكريا النبي قال المسيح حيدخل أرشليم راكب حمار صغير وكمان قال يهوز حيخون وأشعياء اتكلم عن الحاجات الباملة المسيح لما نجي إن الله خصصه عشان يبشر المساكين ويداوي القلوب المكسورة ويطالب بالحرية للمسجونين ويوري إن الوقت جاء عشان الرب يخل الشعب المسيح دا كان منه قبل الفين سنة الله رسل يسوع المسيح بعض الناس كانوا بيقولوا دياه الزول الأنبياء اتكلموا عنه لما قالوا إنه الله حيرسل عشان يخلص الناس من خطاياهم هل الكلام دا اللي تنبأوا به الأنبياء تم في حياته لما نجعل الأرض وهل صح الزول دا كان أعظم من نبي خلونا نشوف قصته الكتبوها ناس كانوا معاه من الكتاب المقدس وهنا بيقوم بدور يسوع واحد من الممثلين مع إنه ما في زول يستحق إنه يمثل الدور دا لكن نحن عملنا كده عشان نستفيد من حياة يسوع انا باكتب ليك يا صحبي ساوفيلوس بالترتيب عن الحاجات الحصلت بيننا عشان تعرف الحقيقة تمام عن كل شي في زمن أغسطس قيصر حاكم روما ولما كان هيرودوس ملك اليهودية الله رسل الملائك جبرايل لعزراء اسمها مريم في بلد اسمها الناصرة يا مريم ما تخافي عشان انت لقيت بركة من الله وأسا انت راح تحملي وتولدي ولد وتسميه يسوع كيف يحصل ذا وأنا عزراء الروح القدس ينزل عليك وراح تولدي ولد مقدس ويكون اسمه ابن الله العلي وملكوته ما ينتهي ومشت مريم عشان تشوف قريبته علي صبات الحملت بمعجزة عجيبة من الله علي صبات مريم مريم يا اختي مريم انت اكتر مرة مباركة بين النسوان والجنة الفي بطنك بيكون مبارك لانه لما سمعت سلامك الجنة الفي بطني اتحرك بفرح بهذا تعزم نفس الرب وتفرح روحي بإلهي مخلص ومن حس كل الناس رح يقولوا اني مبارك انتوا الساكنين في الناصرة لازم تعرف ان غسطة غيصر عدى امره عشان يعد كل الناس في الجليل واليهودية وكل واحد منكم يكتب اسمه في الحلة او البلد الولدوه فيها ومشت مريم بيت لحم في اليهودية مع خطيبة يوسف عشان تكتب اسمه ولكن ما لقو محال في بيت لحم والمكان الوحيد اللي قوه كان زريبة للحيوانات وكان في المحال داك ناس صحيين الليل كله بيحرسوا غنمهم وزعر ليهم ملاك من الرب ونور الله نور حولهم الليلة اتولد لكم في بلد داوت المخلص هو المسيح الرب وجون رعاد بسرعة عشان يشوفوا الجنة المولود في الزريبة كانوا هم اول ناس بشروا بالانجيل يعني الكلام الكويس عن الام العزراء وميلاد المخلص بعد اسبوع لما جاء وقت طهور الولد سموه يسوع وبعد كده يوسف ومريم شالوا الجنة لأرشليم عشان يقدموه لربنا وهناك في بيت الله كان في راجل صالح اسمه سمعان وروح الله قال له انه ما راح يموت الا لما يشوف المسيح يا سيد ممكن حتى تخلي عبدك يموت بسلام زي ما قلت عشان عيوني شافت خلاصك والله اختار الجندة ربنا يبارككم ولما كملوا كل شيء حسب قانون موسى خلوا ارشليم مرجع للناصرة ولما يسوع كان عمره اتناشر سنة يوسف ومريم شالوه لأرشليم عشان احضروا عيد الفصح وهم راجعين لبيتهم افتكروا ان يسوع معاهم لكن يسوع اتاخر قاموا رجعوا المدينة يفتشوا عليهم وبعد ثلاثة ايام لقوه في بيت الله قاعد مع المعلمين والشيوخ تاولاد مونول بس الاسيلة زي دي هو من الناصرة نحن فكرناه مش معانا من فضلكم سامحوا اي زول سمع كلامه استغرب يا ولدي ليه عملت لينا كده انا وابوك كنا تعملين خالص نفتش عليك انتو ليه بتفتش علي انتو ما عارفين انو لازم عمل شغل ابي وجمعهم للناصرة وكان بيزيد في الحكمة وكان بيكبر ويزيد في النعمة مع الله ومع الناس اشتركوا في القناة 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 كميصين.. اتنين.. يدي الزول.. الما عندو.. والعندو اكل.. ادي الثانين دو معلم.. نحن بنلم ضرائب.. نسوي شنو.. ما تشيلو اكتر من حقكم ونحن كيف.. نعمل شنو.. ما تشيلو قروش الناس بالقوة.. وما تشتكو ذول بالكضب.. كفاية الماهية بتاعتكم قولنا انت المسيح انا بعمدكم بموية.. فيزول جاي.. هو اقوى كتير مني.. انا ما باستحك.. افكرو باط الجسم حقتو.. هو بعمدكم بالروح القدس.. والنار.. وشاي الغربالو.. بنظف ايه العيش.. ويلمو في البخزا بتاعو.. موسيقى 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 ونزل الروح القدس على يسوع بجسم زي الحمامة موسيقى 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 وجسط من السماء وقال انت ابني البحبه انا مبسوط بك موسيقى موسيقى ويسوع كان عمره تلاتين سنة لما بدى خدمته وهو رجع من الاردن مليان بالروح القدس والروح ساغوا للخلاء وهناك الشيطان جربوا لمدة اربعين يوم وطول الوكدة ماء كالحاجة موسيقى 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 والشيطان قال ليه لو انت ابني الله قول للحجر دا يبقى عيش موسيقى 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 مكتوب ان الزول ما بعيش بالاكل بس لكن بكلام الله موسيقى بعده الشيطان طلع به فوق جبل وراه كل بلاد الدنيا انا بديه كل السلطان والغنى دا كله لان كله في يديه وانا بديه للزول لانا دا ارديه كان انت ركعت لي دا كله حيكون حقك مكتوب تركع للرب الهك وتعبده براه موسيقى بعده الشيطان اخدوا لارشاليم وطلع به فوق بيت الله لو انت ابن الله ارمي نفسك من هنا لانه مكتوب انه الله يخلي ملايكته يحفظوه وعلى يدينهم يشيلوه عشان ما في حجر يعوي الكراع الله قال ما تجرب الرب الهك موسيقى 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 اجال الناصرة في المحل الربوه فيه موسيقى 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 انادوه عشان يقرأ من كتاب النبي الشاية روح الرب علي لان اختارني عشان ابشر المساكين الله رسلني عشان فك المساجين وافت عيون العميانين واد حرية للمظلومين وابشر ان الوقت جاء عشان الرب يخلص شعبه الليلة كلام الله ده بيقى حقيقة زي ما سمعته تم الليلة المسيب راه هو الممكن يهقق القلام ده نعرف كيف بدون شك انتو بتقولوا لي المسل ده يا دكتور عالج نفسك وبتقولوا لي كمان اعمل في بلدك المعجزات العملتة في كفر ناحوم اقول لكم ما في نبي بيقبله في البلد بتاعته وهم كانوا دارين يرموه من الجبل لكن هو مرق من نصهم وفات اجالي كفر ناحوم مدينة في الجليل في الوقت داك كان الحكم الروماني في كل مكان والشعب كان دائر المسيح عشان يخلصوا من ظلم الرومان السلام عليكم وليك يا سيد تمعان ممكن مركبك يشيلني فضل اهو دارين شيء كلمنا 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 بيطل عشان يصلوا واحد كان فريسي واحد كان عشار الفريسي وقف يصلي في قلبه وقال اشكرك يا الله عشان انا ما زي الناس التانين الحرامي الظالمين الزنات اشكرك عشان انا ما زي العشار داك انا بصوم مرتين في الاسبوع وادفع العشور من حاجاتي لكن العشار وجف من بعيد وابا يرفع راسه فوق السماء ودج على صدره وقال ارحمني يا الله انا خاطئ انا بقول لكم انه العشار ريع لبيته والله سامح خطيته وما سامح الفريسي كل زول بيرفع نفسه الله بنزله وكل زول ينزل نفسه الله بيرفعه لز المركب دا شوية جوال بحر وارمو الشبك بتاعكم عشان تقبضوا سمك يا معلن تعبنا الليل كله وما مسكنا حاجة لكن عشان انت قلت انا برمش شبكة يا يعقوب يا يوحنى تعالوا هناك برككم عشان تسادونا ما بينهم ما نفضر ادهنا مليانة سمك يا فايا يا فايا يا فايا يا رب اطلع من مركبي انا الراجل خاطئ ما تخاف من هالساحة تمسك ناس بدل السمج تعالوا لي اسمعوا كلامي اسمعوني عشان يكون ليكم حياة اطلبوا ربنا لانه موجود كلموه وهو قريب منكم الشرير ما يعمل الشر ويخلي افكاره الكعبة ويرجع لربنا عشان يرحمه كثير ويسامحه ويمرك من عنده هو فرحان وعنده سلام يسوع هو جاي يهو شوفو يسوع يسوع من فضلك من فضلك قلص بيته ارحمني اي دارة تمور وهي امر اطناش سنة من فضلك تعال معي جاي يرس انا متعصر يسوع بيتك ما تتعب المعلم ما تخاف امن بس وهي حتبقى كويسة امن بس haya امن بس اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 ويسوع طلع للجبل عشان يصلي وصلى كل الليل لي الله موسيقى وفي الصباح نادى تلاميذ الاثناشر وسماهم رسل سمعان السماه بطرس واخوه اندراوس واخوه اندراوس يعقوب ويوحنة موسيقى 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 ويعقوب ولد حلفي موسيقى موسيقى وسمعان الاسم الغيور موسيقى ويهوز اخو يعقوب موسيقى ويهوز الاسخريوطي الخان يسوع يا بخت المساكين عشان ليهم ملكوت الله يا بخت الجعانين عشان هم حيشبعوا ويا بختكم البتبكوا حسة عشان حتضحكوا يا بختكم لو الناس كرهوكم ورفضوكم وشتموكم وقالوا انتو بطالين بسبب ابن الانسان افرحوا في اليوم داك وخليكم مبسوطين لان الاجر بتاعكم كبير في السماء لان ابهاتم عملوا كده للانبياء الزمان ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تزاعتاشر عشرين تقصوا شنينو داك مشيبتكم كبيرة انتو يا الغنيانين حسة لانكم عايشين مرتاحين هو ما دار يكون غنيان هالزول دا مجنون مصيبتكم يالبي تضحكوا هالسع لانكم حتزعلوا اتبكوا مصيبتكم لما الناس يمدحوكم لان نبهاتم عملوا كده للانبياء الكذابين لكن انتو اللي بتسمعوني حبوا اعداكم عاملوا الناس اللي بكرهوكم كويس باركوا اللي بشتموكم صلوا للناس اللي بعملوكم بطال لو الزول اداك كفي وشك اديو الجنبة التانية كمان لو الزول شال قميسك اديو بانطلونك كمان واي زول بيشحدك اديو واي زول شال حاجة منك ماشي لمنه تاني عامل الناس زي ما انت عايز الناس يعملوك لو حبيت الناس اللي بحبوكم بس كيف يكون لكم بركة لان البطالين بحبوا اللي بحبوهم ولو عملت كويس للناس اللي بعملو لكم كويس كيف يكون لكم بركة حتى الناس البطالين بيعملوا كده كيف يرمسه كيف يتكلم معه تكلام كعب لا حبوا عداكم عملوهم كويس سلفوه ما تستنوا يرجعوا عليكم اي حاجة علشان الاجر بتاعكم يكون كبير وتبقوا اولاد الله العلي لانه طيب مع الاشرار ومع الناس اللي بشكروا ارحموا الناس زي ما ابوكم رحيم خلصنا يا يسوع ما تحكموا على الناس شما ما تتحاكموا ما تلوموا الناس عشان ما يلوموكم سامحوا الناس عشان يسامحوكم يا رب ساعدنا ادوا وانتوا كبان بيدوكم لانه قدر ما ابتدوا الناس بيدوكم ما في زول عميان بسبل عميان تاني لانه لو عمل كده حيقعوا الاثنين في حفرة ليه بتشوفه القشة في عين اخوك وتنسى الخشبة الكبيرة في عينك علمنا يا سيد يا رب نحن محتاجين ليك يا بخيت امك الولدتك وربتك لكن يا بخت الناس اللي بسمعوا كلام الله وبعملوا بيهو الراجل ده منوه تفتكر ده بيكون المسيح الفريس ده طلب من يسوع عشان ياكل معاه ويسوع دخل بيته وقعد ياكل معاه امشوا ياولاد امشوا سمعتوني امشوا هم اولاد بيحب الدوشة انا ما بعرف امشوا امشوا لو كان نبي كان بيعرف منو المره اللي بتلمسه هي مره خاطيه والشريره انا بعرف منو المره ديه سمعان لكن اسمع كان في زول سلف قروش لاثنين واحد خمسمية جنيه والتاني خمسين جنيه لما كان ما عندهم قروش تدفعوه تامحهما لاثنين تفتكر منو فيهما اللي بيحبه اكتر انا بفتكر الزول اللي هو سامع اكتر تمام شايف المره دي انا مما دخلت بيتك مدت نمويا عشان اقصر رجلي لكن هي غسلت رجلي بدموعه ومسحته بشعر راسه انت ما سلمت علي ببوسه لكن مما جيت هي ما بطلت تبوس كرعيني انت ما مسحت راسي بالزيت لكن هي مسحت كرعيني بالريحة انا دائرة اقول لك هي حبت كثير عشان خطاياها الكثيرا غفرت اللي بيغفروا ليه شوية بيحب شوية الخطيئة حقتك مغفورة ايمانك خلصي امشي بسلام بعد يسوع بدى يمشي من محاقه محل لمحل يبشر بملكو طلا وكان معاه اتناشر تلميذ شوية من النسوان الشفاهم من الارواح الشريره وهم مريم المجدلية ويوانا مارد خوزي وكيل هيرودس وسوسانا موسيقى ولكن هيرودس الروماني حاكم الجليل حتى يحن المعمدان في السجن لانه قال له ما صح تعرس مرت اخوك موسيقى ولما وصلنا بلد اسم النايين طلعنا شايلين زول ميت وهو ولد وحيد ابوه ميت ولما يسوع شافه قلبه شفق عليه واللي مثل عن قريبه قال يا ولد قوم على حالك وقام الولد وقعد على حاله ويسوع سلم لامه اسأله قولوا هل انت الزول اليوحن نتكلم عنه او ننتظر الزول تاني موسيقى 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 ياسيد موسيقى 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 يوحنى المعبداء رسلنا ليك يسال هل انت هو الزول الجاي ولا ننتظر زول تاني قولولو يوحنى شفتشنو وسمعتشنو العميانين بشوفو والمكسرين بيمشو ويا بخت الزول الما عندو شك فيني مفضلك ارفعني فوق اطلع في كتفي انت شايف حسا انا شايفي السوق كان في مزارع مشا يزرع وهو بيزرع وقع منه بيزر في الطريق وداسوه وجاءت الطيور واكلته ووقع منه على الحجر ولما قام نشف لان الارض ما كان فيها موية ووقع بيزر وسط الشوق وقام سوا مع الشوق والشوق خنقوا ووقع بيزر في ارض كويسة والزرع جاب تيراب كتير كل واحد مية حبة يا سيد لا تتكلم بامثال لما الناس كتار بيكونوا ماب الله وراكم كيف تعرفوا اسرار ملكوتو لكن الناس التانين وراهم بالامثال يعينوا لكن ما بشوفوا بيسمعوا لكن ما بيفهموا المثل دمعناه كده البزر هو كلام الله البزر الوقع في الطريق هما الناس السمعوا الكلام لكن يجي الشيطان ويشيل كلام الله من قلوبهم عشان ما يخليهم يآمنوا ويخلصوا البزر الوقع على الحجر هما الناس السمعوا كلام الله وقبلوه بفرح لكن ما عندهم جزور يآمنوا لوقت بسيط ولما انتج التجربة عليهم يرجو عن ايمانهم البزر الوقع وسط الشوق هما الناس السمعوا لكن المشاكل والغنى وشهوة الدنيا بتخنقهم عشان كده ما بيجيبوا تيراب والوقع في الارض الكويسة الناس السمعوا كلام الله ويحفظوا في قلوبهم الكويسة ويستمروا لغاية ما يجيبوا تيراب ما في زول بيولع اللمبة ويغطيها بصحن او يخطها تحت السرير لكن يعلق في محل عالي عشان الناس يشوفوا النور لما يخشوا البيت الشلب يدسوا هنشوفوا والسر المغطى هيعرفوا ويكشفوا خلوا بالكم لما تسمعوا لانه عنده حاجة هيدوا زيادة والما عنده حاجة لكن فاكر عنده حاجة هيشولوا منه يا معلم امك واخوانك واقفين برا تيرين شوفوك امي واخواني هم الناس اللي بسمعوا كلام الله ويعملوا بيهو وفي يوم خشي السوع مع تلاميزه في مركب وقال ليهم خلونا نقطع البحر ولما كانوا ماشين بالمركب يسوع نام موسيقى 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 اشتركوا في القناة يا يسوح قد ربنا نموت خلصنا يا زيد أرفعنا راحت شيدنا ما شيد ندرك نحن راح نحلق ويني معنكم وقطعوا البحر وجاب المركب لبلد الجدريين يسوح يا ابن الله العالم دير مني شنو من فضلك ما تعذبني اسمك منو يا جون يا رب من فضلك ما ترسلنا للهاوية خلينا ندخل في الكداريك دير والشياطين مرقوا من الراجل ادخل في الكداريك مرقوا من لك من جميع أهلا يا سحار خلينا أمشي من محلنا خلينا أمشي من هنا لا يمكنك أن تذهب الى الوصف لا يمكنك أن تذهب الى الوصف لا يمكنك أن تذهب الى الوصف أرجع لك أقول لهم الله عمل لك اشتركوا في القناة يا سيد خلي الناس يمشوا عشان يمشوا الحلة والمزارع القريبة هنا علشان يلقوا اقل ومحلة النوم علشان المكان دخله أدوهم انتو حاجة يكلوها لكن عندنا خمس عيشات وسمكتين بس مبارك انت ايها الرب الاله ملك السماء والارض انت البطلع الاكل من الارض اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الناس بيقول انت يحنى المعمدان الناس بيقول انك النبي اليا الناس تانين بيقولوا في واحد من الانبياء القدام جام من الموت لكن انتو بتقولوا انا منو انت مسيح الله ما تقولوا كده لزول تاني ابن الانسان لازم يرفضو ويتعذب كتير وماشين يقتلوه لكن في اليوم الثالث حيقوم اشتركوا في القناة هزول منكم دار يمشي معا제� اي زول بحج زراعته ويعاين وراه ما بينفع في ملوكوت الله اي واحد دار يجي وراي لازم ينسى نفسه ويشير صليبه كل يوم ويجي وراي كل زول دار يخلص نفسه بخسره والزول اللي بيخسر نفسه عشانه حيخلصه لان الفايدة شنو لو زول كسب الدنيا كله وخسر نفسه لو اي زول يخجل مني ومن كلامي كمان ابن الانسان حيخجل منه لمن يجي في مجده ومجد الله والملائكة المغدسين انا بقول لكم في ناس هنا ما بيموتوا لغاية ما يشوفوا ملوكوت الله موسيقى موسيقى وبعدا يسوع مشى فوق الجبل عشان يصلي وساق معاه يحنى ويعقوب وبطرس ولما كان بيصلي واشه يتغير وملابسه بيقض بيضة شديد وظهر له اتنين رجال بمجد سماوي وهم موسى وإيليا وقعدوا يتكلموا معاه انت ماشي تتم وشي طلع راح تموت بأورشليم ولما خلوه بطرس قال له يا معلم اي حاجة كويسة نكون هنا فنعمل لنا تلات راكوبة واحدة لي ولما كان بطرس بيتكلم جات سحابة فوق والتلاميس خافوا وسمعوا الصوت من جوة السحابة بيقول لهم دايبني الان اخترت اسمعوا كلامه يا معلم يا معلم من فضلك شوف ولدي ارجوك ارجوك ساعدني لانه هو ولدي الوحيد وانا سألت سلاميتك عشان يمرقوا منه الروح الشريط ولكن ما قدروا يا الناس المامؤمنين والبطالين لم تكن معاكم وازبر عليكم جيب ولدك هنا ارجوك ارجوك نسي قلقوا منكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ما تدخلنا في تجربة لكن خلصنا من الشر اشتركوا في القناة لان البيسأل بياخذ والبيطلب بيلقى والبيدق الباب بينفتح ليه في اي واحد منكم يدي ولده دبيب لما يطلب منه سمكة او عقرب لما يطلب منه بيضة انتو الاشرار بتعرفوا تدوا اولادكم حاجات كويسة وقدرشنو ابوكم الفي السماء بيد كتير جدا لكل زول يطلب منه انا بقول ليكم ما تفكروا في حياتكم راح تاكلوا شنو وما تفكروا في جسمكم راح تلبسوا شنو عشان الحياة احسن من الاكل والجسم احسن من اللبس شوفوا الغربان ما بتزرع ولا بتحصد وما عند بيت ولا مخزن والله بديها اكل انتو ما احسن بكتير من الطيور منو فيكم لما يهتم يقدر يزيد في عمره ولو ما بتقدروا على البسيط ليه بتهتموا بالكتير شوفوا الزهور كيف بتجوم وهي ما بتتعب وسليمان في كل العظمة بتاعته ما كان بيلبس زي اي واحد منها واذا الله يهتم بالقشل بقوم الليلة وبكرا يرموه في النار منوح يهتم بيكم كتير جدا يا قليلية الايمان زيد ايمان لو عندكم ايمان بسيط زي حبة الخردل تقولوا للشجرة دي قومي وامشي ازرع نفسك في البحر وحتسمع كلامكم موسيقى 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 تجارب الخطيه بتجي لكن مصيبة للبيجيبة اخر ليه لو ربطوا حجر في رقبته وجدعوه في البحر بدل ما يخلي واحد من الصغار يعمل خطيئة ملكو طالله بيشبه شنو هو زيدة زول شال حبة الخردة ورماها في مزرعة وكبرت وبيقت شجرة كبيرة والطيور عملت بيوت في فروعة انا ما بعرفه بيقول شنو لا انت بتعقل وتشرب مع العشارين وناس الخاطين الناس الكويسين ما دايرين دكتور لكن العيانين دايرين دكتور انا ما جيت للناس الكويسين عشان يتوبوا لكن للبطالين كلمنا زيادة عن ملكوت في حاجة تانية ما تخافوا يا ولادي حس ابوكم مبسوطة شن يديكم الملكوت بيعوا كل حاجة عندكم ودوا القروش للمساكين واعملوا اكياس ما بتشرط وخطوا قروشكم في السماء عشان ما تنقص لانه هناك ما في حرامية وما في سوسي خربة الزول بخط قلبه في محل القروش حقته يا مرة انت مفكوك من مرضك اهام شوفوا شوفوا بيقت كويسة معجزة ايه بيقت كويسة تعالوا شوفوا بعد 18 سنة هلا معاك يا معلم في ستة يوم بس للشغل تعالوا في الايام ده للعلاج ومش في يوم السبت يا مستهبلين منو فيكم ما بفك حمارو او طارو ويسوقوا يشرب في يوم السبت هل سعد بيت ابراهيم الشيطان مربط 18 سنة ما ممكن يفكوها يوم السبت يا معلم يا صالح اسوي الشنوع عشان القى الحياة الابدية ليه بتسميني صالح ما في زول صالح الا الله انت عارف الوصايا ما تمشي لمرزول ما تقتل زول ما تشهد بالكضب احترم ابوك وامك الكلام ده انا سويته كله من انا الصغير في حاجة تالي لازم تعمله بيع كل حاجة وادل المساكين ويكون لك كنز في السماء بعد ذاك تعال وراي لكن احنا تجار اغنية صعب للزول الغني يدخل ملكوت الله دخول الزول الغني في ملكوت الله اصعب بكتير من دخول الجمل في قد الابرة فمونو رايخ لس الما بيقدر عليه الناس الله بيقدر عليه وين بالضبط رح يكون ملكوت الله ملكوت الله ما بيجي بطريقة ممكن الزول يشوفه ما في زول يقدر يقول يهو هنا او هناك عشان ملكوت الله فيكم حييجي وكيد تكونوا دايرين تشوفوا يوم من ايام ابن الانسان لكن ما بتشوفه لانه زي ما البرك بيصهر في السماء بينور من جهة لجهة ده حيحصل لمن ابن الانسان ييجي لكن لازم في الاول يتألم كتير وناس الزمن ديل يرفضو السماء والارض ممكن ينتهو لكن اي كلمة من كلام الله ما بتروح وانا بقول لكم انبياء وملوك كتيرين كانوا دارين يشوفوا الانتو شايفينو ده وما شافوه والانتو سمعتوه وما سمعوه نحن نعمل شنو كلام الله بيقول شنو وانت بتفهمو كيف تحب اراب الهك بكل قلبك ونفسك وقوتك وبفكرة بكله وتحب قريبك زي نفسك كلامك صح اعمل كده عشان انت تعيش منو قريبي مالا عساك رديل وشنه ده خصوص قاسر كان في زول جاي منور شليم وماشي لأريحة وحراميها جمو وقبضو وضربو وخلو بين حي وميت كان في قسيس ماشي في الطريق ده لما شافو خلاه ومشى وبردو راجل من قبيلة لاوي شافو وبردو خلاه ومشى موسيقى لكن زول من السامرة كان مسافر بنفس الطريق لما شافو حن عليو وجاي جنبو وكبزيت ودوى على الجروح بتاعتو وركبو على حمارو ومشابهو لللكوندا وخلى بالو منو وفي الصباح ادى صاحب الليكوندا قروش وقال ليهو خلي بالك منو كويس ولما ارجع ادفع عليك كل القروش الزيادة موسيقى منو من الناس الثلاثة ديل بيقى اقرب للزولة تدقوه الحرامية الزولة عمليهو كويس انتو كوان سووا كده خلوا الاولاد الصغار يجوني وما تمنعوهم عشان ملكوت الله للاولاد ديل انا بقول لكم الحقيقة دي كل زول ما بيقدر يقبل ملكوت الله زي الجندة ما بيقدر يدخل ملكوت الله اللي بيقبل الجندة باسمه يقبلني واللي بيقبلني يقبل الزولة رسلني السغير فيكم هو الكبير موسيقى موسيقى اه موسيقى 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 كيف حصلك؟ يسوع الناصري هو الجاي يسوع يسوع دايرني اعمل ليك شنو؟ داير اشوف تاني طيب شوف ايمانك شفاك انا شايف 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 من الحقيقة الزودة نبي ربي وسيدي خلصني يا رب خلصنا خلصنا يا رب وريد الطريق انزل بسرعة يا زكا انا لازم امشي بيتك بيدي ولو داري امشي بيتك كيف زكارف ياسوء اسمع انا بدي نسقروشي للمساكين واذا انا ظلمت ايزول برجي حقو اربع مرات انا ما بصدق انه اشار بيرجي بروسه للناس ما ممكن الليلة حصل خلاص في البيت ده الزودة هو من اولاد ابراهيم ابن الانسان جاء عشان يفتش ويخلص الضايعين اسمعوا حنمشي لأورشاليم وحيتم الكلام الكتب الانبياء عن ابن الانسان حيسلموا لناس الدنيا وحيضحكوا عليهم ويتفوا عليهم ويشتموا ويضربوه ويقتلوا وفي اليوم التالت ماشي يقوم ويسوع مشى طوالي لأورشاليم موسيقى 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 يا معلم كلم تلاميذك عشان يسكتوا انا بقول لكم لو سكت الناس الحجار موسيقى 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 السلام المجد الكرامة موسيقى 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 لو كان في اليوم دا قدرت تعرفي طريق سلامك لكن انت ما شفتي موسيقى حتيجي ايام اعدائك مشين يحوطوك ويضيقوك شديد من كل جهة في الاخر حيخربوك انت واولادك وما يخلوا فيك حجر على حجر لانك ما عرفت اليوم الرب نجاي يزورك فيه موسيقى خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة اتاشر تناشر تلتاشر تبعتاشر نينة وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين هوا مكتوب بيت حيكون بيت صلاة وانتو خليتو محل حرامية دي بوليس دي بوليس انا سميتو من ناس كتيرين بقولو انو هو ملك ملك؟ احا ملك بتاع حرامية وشحاتين شوفنا زيه قبل كدا بياجو يتكلم ويمشو والناس بينسوم ما تكون اعمى البمشي وراه بزيدو كل يوم والناس مفسطين منو تفتكر انو هو ملك خلوا بالكم من كلامي لو الزول دا اما الدوشة تاني انا راح ناديكم يمكن هو صح بعد دا لازم نقف ضد الزول دا ولما زات هجوم يسوع على الكتب والفرسيين المستهبلين زات كمان عدد الناس اليهود الكانوا دارين يمشوا وراه في نفس الوقت دا زادت المعارضة من الناس الحكم عليهم دا شوية خالص ممكن تزيدو؟ انا بقول ليكم المر المسكينة دي خطت اكتر من الناس ديل كلهم لانهم كانوا بخط الفضل من القروش الكثير لعندهم لكن هي المسكينة دي خطت كل القروش لعندها كلنا باي سلطان بتقول الكلام دا منو اداك السلطان دا خلوني اسألكم سؤال قولوا لي معمودية يحنى من الله ولا من الناس رانا قول شنو؟ لو قولنا من الله هو راح يقول لنا ليه ما قبلتوه؟ لو قولنا من الناس حيضربونا بالحجارة عشان هم عارفين انه يحنى النبي احنا ما عارفين جات من وين ولا انا بقول ليكم باي سلطان انا بعمل الحاجات دي مره كان فراجل عنده جنينة عنب اشغل فيها ناس اسافر لمدة طويلة ولما انجوا يلموا العنب رسل خداموا للشغالين عشان ياخدوا منم العنب حقه لكنهم دقوا الخدام ورسلوه بدون اي شي قام رسل خدام تاني لكن المؤجرين دقوه كمان وحقروا به ورسلوه بدون اي شي وبعدين رسل خدام تالت قام وجرحو كمان وطردوه برا قام صاحب الجنينة قال لنفسه انا اعمل شنو انا هارسل لهم ولدي اكيد هم حيحترموه لكن لما المؤجرين شافوا قالوا لبعضهم دولت صاحب الجنينة نقوم نقتلوه عشان تبجى الجنينة حقتنا كلمنا زيادة وقاموا جدعوه برا من الجنينة وكتلوه سيد الجنينة يسوي شنو للناس المؤجرين ديل حيجي ويقتل الناس ديل ويد الجنينة لناس تانين الكلام ده معناه شنو الحجر الرفضوا البنايين وقالوا انه بطال بيقى اهم حجر اي زول بيقع فوق الحجر ده حيتكسر شديد واي زول الحجر ده يقع عليه حيطحن وطحن يا معلم نحن عارفين انه التعليم بتاعك صح نحن عارفين انك ما بتعمل فرق بين الناس ولكن بتعلم الحقيقة عن مشيط الله للانسان كلنا هل القانون بتاعنا يسمح لنا ندفع للرومان ضريبة ولا لا خلي بالك هو تجربك وروني ريال الصورة والكتابة دي بتاعت منه لقيصر ادوا لغيصر الحاجات بتاعت قيصر وادوا لالله الحاجات بتاعت الله اجرب عيد الفطير اللي بسموه عيد الفصح ويسوع رسل السمعان بطرس ويحنى عشان يجهز الفصح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مبارك انت الرب الاله ملك السماء والارض البتطلع الاكل من الواطة شيلوا دو جسموا بينكم انا بقول لكم انا ما بشرب من عصير العنب لغاية ما يجي ملكوت الله مبارك انت الرب الهنا ملك السماء والارض البتطلع الاكل من الواطة دي جسدل بقدم اليكم اعمل كده عشان تتذكروني الكاز ده هو العهد الجديد بدمي اتدفق عشانكم لكن شوفوا يد الزولة البتسلمني هو معاي في التربيضة وابن الانسان حيموت زي ما هو مكتوب لكن مصيبة للزولة الحي سلمه ما ممكن ما ممكن ما ممكن مستحيل من البي سلمه الزولة الكبير فيكم يكون زي الصغير والرئيس يكون زي الخدام لانه من الكبير الزولة القاعد يأكل ولا الزولة اللي بيخدمه الزولة القاعد يأكل طبعا لكن انا بينكم كنت زي الخدام انتوا قفتوا معاي في الوقت الصعب زي ما ابو يداني السلطان عشان احكم انا برضو حديكم نفس السلطان انتوا حتاكلوا وتشربوا معاي في الملكوت ومن الوقت ذاك انتوا حتحكموا قبائل اسرائيل الاثناشر يعني ما في زول خاين هنا سمعان سمعان خلي بالك الشيطان داير يجربكم كلكم عشان يفرق الكويس من البطال زي ما المزارع بفرق الجمح من القش لكن انا صليت يا سمعان عشان ايمانك ما ينتهي وانت لما ترجع لازم تجوي اخوانك يا رب انا قبلان امجي سي معاك واموت معاك انا بقول لك يا بطرس الليلة قبل ما اديك يكورك انت حتنكرني ثلاثة مرات انك ما بتعرفني وكت رسلتكم بدون قروش ولا اكل هل نقصت ليكم اي حاجة لا ولا شي لكن حسل عنده كيس او شنطة يشيله والما عنده سيف يبيع جلابيت ويشتري ليه سيف اقول ليكم مكتوب في كلام الله انه حيحسب بين الناس الاشرار والكلام المكتوب عني لازم يكون حقيقة شوف في سيفين يا رب دا كفاية ومجلس الشيوخ عمل اجتماع عشان يشوقوا طريقة يتخلصوا بيها من يسوع ودخل الشيطان في قلب يهوزة لسخريوطي وهو واحد من التلاميذ الاثناشر صلوا عشان ما تخشوا في تجربة ترجمة نانسي قنقر يا ابوي لو انت داير شيل مني الكازدة لكن مش زي ما انا داير لكن زي ما انت داير وظهر ليه ملاك من السماء عشان اديه قوة وكان العرق بتاعه بينزل على الواطة زي الدم ترجمة نانسي قنقر ليه انتو نايمين جوموا وصلوا عشان ما تدخلوا في تجربة يهوزة ببوصة انت بتسلم ابن الانسان يا رب نضرب بالسف دعالوا اتبضوا كفاية دا مواجزة انت جتوني بسيوف وعصيات كانو انا مجرم وانا كنت معاكم كل يوم في بيت الصلاة وما قدرت تتقبضوني لكن دا الوقت بتاعكم عشان ما يحكم سلطان الشر اتبضوا احرسو كويس احرسو كويس قول انا رايحصل شنو ها رايح تخلسني يا سيدة الملك رايح تخلسنا الراجل دازات كان مع يسوع يا مره انا ما بعرفه انا شفت معاه بيشار بيشنو لما يشعر ماذا انت واحد منه؟ لا ما انا هاهاها بالقيا بلاقيق الراجل ده كان مع يسوع لانه من الجليل عامشي انا ما عارف بتقول شنو يسوع عايا لبطرس وبعدين بطرس الذكر كلام يسوع القالو ليهو انه قبل مديكي كوري كالليلة راح تنكرني ثلاثة مرات يا رب بطلب منك تسامحني حسب عظمتك وقوتك يا رب انت غفرت لبهاتنا لما ما سمعوا كلامك وانت زيلت منهم لكن ما موتهم عشان محبتك ووعدك وامانتك انت حافظت عليهم وما موتهم منو ضربك منو ولينا منو لبيضربك تاني كفاية قلت كفاية جيبوه قدام المجلس لا اربضك 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 جيبوه قدام المجلس هل انت المسيح؟ لو انا قلت لكم ما بتصدقوني واذا سألتكم سؤال انتوا ما بتجاوبوني ولكن من الليلة ابن الانسان حيكون قاعد على يمين الله العظيم هل انت؟ ابن الله انا هو هنا ادام سلطاني في الكلام مزنب نحن بانفسنا سمينا كلامه والدول بلاتوس نحن بانفسنا نحن بانفسنا نحن بانفسنا نحن بانفسنا خرقوا كنا نحن بانفسنا تجوز موسيقى واخدوه لبيلاتوس البيلاتوس البيلاتو الصلبنتي الحاكم الرومان الشرير وهو كان مسؤول عن صلب الالاف من الناس انتو دايريش شنو هنا في الوقت البدري ده مسقنا الراجل له وهو بيخرب الناس وعمل جوطة شديدة في بيت الله الحكم بتاعه شنو احكي ماله ما في اي سبب عشان احكم على الزول ده لجناه هو غلطان بيقول للناس ما يدفع ضراب لقصر ويقول انه هو المسيح الملك مليك هل انت ملك اليهود انت بتقول هو بدى في الجليل وحس عجاه هنا في الجليل الزول ده من الجليل عشان كده نخلي هيرودوس يشوف مشكلته هو لسه هنا في عشالين ودوله هيرودوس انت بتقول انت او نو من اللب تسميهم تلاميذك ناس كتار بيقول انك بتعمل معجزات اعمل لي هاجا سيدي خو كان بيخرب الناس وبيقول انه الملك سولده ملك سيدي الملك قدموا له التحية اعمل لي بلدي بلدي اعمل لي بلدي 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 بملك بلدي بلدي بملك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اصلبوه ايوه اصلبوه انت انت اجلده اشتركوا 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 دايسور دايسور جاي بتعذبوه اشتركوا هو المسيح نرفعوه موسيقى ابوه موسيقى ابوه 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 زيحو منك زيحو زيحي زيحي أفتحتك زيحو أبعد منك أتحرك 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 أين دع اسم منك أنا 이게 منك تعال هنا اقطع و بالك ينزل يظه اتحرك لورا لورا خلو اتحرك واختح الطريق احنا نبكي عليك يا رب اشرب 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 يا رب يا بنا تور شليم ما تبكو عليه لكن ابكو على انفسكم واولادكم لو هم عملوا كده بالعودة الليين كيف حيعملوا بالعودة اليابس الله ساعدك راح نصلي عشانك اتحرك من هنا بسرعة بسرعة تحرك انت تحرك انت همشي بسرعة 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 تحرك ما ساعدك همشي قدام مجادم سريع بسرعة 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 اشتركوا في القناة 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 لماذا تفتشوا الزهول الحي بين الميتين هما هنا لكن هو قام اتذكروا الكلام القالوا لكم لما كان معاكم في الجليل ابن الانسان راح يسلموا لناس خاطئين ويسلبوا وفي اليوم الثالث يقوم اصمعوني الحجر شلو من القبر تغنى والجسد بتاع الرب ما في شنو جسد الرب ما في وملكان ظهروا لينا لمعين زي الشمس وقالوا لينا لا تفتشوا الحي بين الميتين دي حقيقة صدقونا صدقونا شفناهم امشوا شوفوا براكم القبر فاضي وربنا ما فيه يا فطرس لازم تصدقونا في الحقيقة ربنا اقام والظهر لي سمعان ما يرفناه فيه طريق لكن لما كسر الرغيف نحنا يرفناه في عموس الشي غريب اني مشي هناك السلام عليكم ليه انتو خايفين كو كدي في افكاركم عينوا يديني ورجليني انا يهوزاتو المسوني واتأكدوا الروح ما عنده جسم عظم زي ما انتو شايفين عندي وده الكلام الان قلت لكم لما كنت معاكم كل حاجة مكتوبة عني فينا مسموسة وكتب الانبياء والمزامير لازم تتم وده الكلام الكان مكتوب انه المسيح لازم يتعذب ويموت ويقوم في اليوم التالي وباسم الناس يبشروا بالتوبة ومغفرة الخطايا في كل البلاد والبداية من ارشاليم وانتو شهود على الكلام ده وانا بنفسي برسليكم وعدبوي انتظروا فوق ارشاليم لغاية الجوة من فوق تنزل عليكم اشتركوا في القناة ويحفظكم الله اداني كل السلطة في السماء والارض فامشوا تلمزوا كل البلاد وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس وعلموهم يحفظوا كل الكلام الانا والصيد كنبيو وانا حاكون معاكم كل الايام لغاية نهاية الدنيا امين الله بيقول في الكتاب المقدس ان المسيح بيجي عشان يخلص العالم والحياة بتاعت يسوع المسيح بتورين انه هو الزول اللي تكلم عنه الانبياء اشعياء اتنباء قال العزراء ماش تحمل وتولد ابنا وبعد سنين كثيرة تمت ولادة يسوع حسب النبوة الكتاب الكتاب المقدس قال كمان ان القدوس المولود من العزراء اسمه حيكون ابن الله وكده كان يسوع ابن الله بالمعنى الروحي ما المعنى الجسدي ونحن شفنا الكلام ده واضح في الطريقة العجبيها يسوع في حياته على الارض شفى العيانين وغفر خطاياهم ورجعهم في علاقة مع الله وعدم بالحياة الابدية وقدم نفسه ضبيحة عن الخطيئة خطيئة البشر وقام منتصر على الموت ويسوع قال ما في زول يقدر يشيل حياتي مني لكن ممكن انا اسلم حياتي برغبتي ما بس النبوات اتحققت في يسوع المسيح لكن اثبتت صحة كلمة الله المقدسة الانبياء قالوا المطلة ما فيها اي خطأ وهي كمان ابدي ويسوع نفسه قال السماء والارض بانته لكن كلاميه ما بانته يسوع جاء عشان الدين حياة كويسة لكن الانسان ما سمع كلام الله لما كان في الجنة ومشى زي ما هو داير وبالطريقة دية مشى بعيد من ربنا الكتاب المقدس بيقول ان الناس كلهم عملوا خطية وعقوبة الخطية هي الموت وده موت روحي يعني الظلم فصل عن الله للأبد زي ما الله ادى ابراهيم خروف ضبيحة بدل ولده برضو الله ادانا يسوع عشان يموت بدل مننا وبحياة يسوع موت قيامته الله رجع العلاقة بينه وبين كل زول بيامن به وبعد دا اي زول ماشي ورا يسوع ما بيغفر له الخطية وبس لكن بينجيه من حكم الله الابد وعنده مكان مضمون في الفردوس مع الله للأبد ويسوع ذاته بيقدم لنا الليلة حياة جديدة ويحررنا من الشعور بالزم ومن سلطان الخطية والحياة دية يسوع بيقدم لكل واحد الليلة وده ما معناه نحن ماشيين وردين معين لكن علينا ان نختار ان يكون لنا ايمان بيسوع القال انا واقف في الباب وادق لو في زول سمع صوتي وفتح الباب انا بدخل ليه والكلام ده معناه نرجع لي الله ويكون عندنا ايمان ان يسوع بيدخل حياتنا ويغفر لنا خطيانا ويخلينا نعيش زي ما هو داير ما كفاية تقبل الكلام ده بعقلك بس او بالشعور والعواطف لكن نقبل بالنعمة بايمان نبي يسوع وده مع الله عن طريق صلاة بسيطة احتمال انت داير تسلم حياتك ليسوع هالسا لو انت داير يمكن تشترك معنا في الصلاة الجاية وتردد في قلبك وانت ساكت جملة جملة يا رب يسوع انا محتاج لك بشكرك لانك مدت على الصليب عشان خطاياي انا هالسا باعترف بالخطايا بتاعتي وبتوب منها وانا بفتح باب حياتي واجبلك مخلصي والسيدي بشكرك عشان انت غفرت خطاياي ودتني حياة ابدية الليني اكون زي الزول الانت داير يكون وانا ماشي وراك امين يسوع قال للناس الماشيين وراه الخرفان بتاعتي بتسمع صوتي وانا بعرفه وهي بتمشي وراي عشان تختبر الحياة الكويسة الوعدن بها الرب يسوع المسيح للناس الماشيين وراه اتكلم مع الله كل يوم بالصلاة واجرى واسمع كلامه وكلم الناس التانيين عن يسوع واستمر في الشركة مع المؤمنين البحب الله اماشين وراه اتذكر وعد العظيم لمن قال السلطان بتاع السماو والارض في يده امشوا واعملوا تلاميذ في كل الارض وانا معاكم لغاية نهاية الدنيا امين